بيبتدي في المنا مع واحدة بتحكي عن قصة عيلتها ودي قصة غريبة شوية فركز كده معايا لشان هناخد غطس بين الأجيال دلوقتي كان زمان في أسرة سعيدة عايشين والدنيا معاهم حلوة لحد ما فيهم قرر الأب اللي كان بيحب الموسيقى انه ياخد الجتار ويروح يدور عن ذاته قال مراتو ماتي إليش أنا هيدوب هدور على ذاتي بس وهرجع مش هاخد وقت يعني وبعدها بقى بيغيب الراجل ده شهر شهرين سنة لحد ما بتقول مراتو بس كده خلاص أنا مش هفضل قعدة مستنيها كل ده على الفاضي وبتاخد بنتها لشان تعلمها شوية حاجات كده زي الخياطة والأعمال اليدوية علشان تقدر تعتمد على نفسها والأم دي كان اسمها ماما كوكو ودلوقتي بقى خلاص بقيت ستة عجوزة وبتنسى كل حاجة بتتقلها والحاجة الأهم اللي ربت العيلة كلها عليها هي إن الموسيقى دي أوحش حاجة في الدنيا أهمى الستة أخدت خزوم غري بسبب الموسيقى دي المهمي بنروح بقى للوقت الحاضر ولي بيكون فيه ميجيل حفيد ماما كوكو عمال يلعب معاها وبيحكي لها على كل حاجة بتحصل معاه علشان بيحبها مش بيفر معاه إنها كده كده شوية وإها تنسى شوف إن العيلة دي أي حد معدي من قدامهم بأي آلة موسيقية بيطلعوا ينفخوا بس المشكلة بقى أن ميجيل ده غاوي موسيقى طبعا خايف يقول لأي حد من عيلته علشان بيش هيحصل كويس وبيكون أكتر واحد بيحبه وبيعتبره مسأله الأعلى هو الموسيقى وده كان واحد غالبان كده ملوش في أي حاجة لحد ما فيوم يكتشف موئبته الموسيقية وفضل يهزف لحد ما تشهر بس الموسيقى ده مش عايش دلوقتي علشان مرة وهو بيغني ومنفعل قوي بيع جرس على دماغه سفلته وخلص عليه وبينزل بعدها ميجيل الشغل واللي بيكون بيلمع للناس الجزم لحد ما يروح لواحد قاعد ومعاه جيتار وبيبضل ميجيل يحكي له انه بيحب الموسيقى بس لو أهله عرفه هيخله أيامه سودة وبيقول للراجل لا انت لازم يبقى عندك شخصية كده وتجمد بدل اللي انت في ده وبيديره الجيتارة علشان يازف عليه شوية وبيكون ميجيل مرعوب منه وبيقول له الراجل خلاص لو انت شايف انك موهوب في مسابقة هتتعمل قريب شارك فيها وانت هتلاقي كل حاجة باقي تمام ومش بعيد تبقى أرنستو الجاي وبتوصل جدته في الوقت ده اللي هي بنت ماما كوكو علشان تقلع اللي في رجلها وتفضل تضرب الراجل به وتقول له انت ازاي تدبني حاجة ملعونة زي هدي ولما بيرجع من جيل البيت بيفضل يفكر في قصة المسابقة دي وبيكون عايز يقول لأهله بس طبعا بيترعب وبيقرر انها حاجة ملعاش لازمة وبتروح جدته تقول له انت عملت فكر في ايه انت مش عاجبني النهاردة افشك مع واحد مع جيتار المرة الجاية لقيك بتعمل ايه بتروح الستة علشان تجاهز القعدة وبتقول لابنها اجل اي حاجة عندك علشان النهاردة يقوم التلاقي مع باقي العيلة حتى اللي مت منها وبيفضل ميجيل قاعد معهم وبنشوف انهم مع اللعين كل صور قرائبهم اللي ماتوا علشان يقدروا يتواصلوا معهم ويعرفوا اخبارهم ايه لان عايزك تجمد كده وتركز علشان الفيلم فيه خرافات كتير والجو ده مش بيأكل كده مع ميجيل فبيقرر انه يروح قطه علشان يقعد مع الكلب بتاعه وبعد كده بيشتغل فيلم اللي ارنيستو بيفضل قاعد متسلطا قوي وبيكون ارنيستو ده مشور بقى اغاني افلام شغال في كله حاجة كده تمر حسني في نفسه لما بتيجي اللقطة اللي ارنيستو بيازف فيها بيطلع ميجيل الجيتار بتاعه وبيفضل يازف ويقول ان شكله كده هيبقى جامد بس لو عارف يقنع اهله انهم يسيبوه ويحترف وبعدها بينادي عليه ابوه يقول له بص احنا قررنا اننا نرأيك في محل الجزم بتاعنا وبدل ما تلمع الجزم خلاص هتبقى بيتصلح معنا ومش بيعرف ميجيل يفرح ولا يزعل وبيقول لهم ماشي هنترقى هنشوف بس الاول انا عايز اعمل ايه وبعدها بيجري الكلب بتاع ميجيل وبيفضل يخبط في صور الناس المائتة حد ما يوقع صورة جدته ماما كوكو اللي متصورة فيها مع بنتها وجزها اللي سابها وبياخد ميجيل باله ان الصورة اللي فيها حتة جده دي مقطوعة علشان طبعا راجل خين ويساب مراته وخلع وبيكون في جزء من الصورة مقطوع ولما بيشوف ميجيل ايه الجزء المتني بيلاقيه الجيتار علشان يفضل يشبه عليه لحد ما بيجري ويروح يطلع صورة ارنستو ويلاقي ان الصورة دي نفس صورة جيتار ارنستو فبيروح لابوه وامه ويقول له من جده ما طلعش خين ولا حاجة وانه قدري يتشهر ويبقى ارنستو العظيم علشان كده لازم يسمحوه ويسابوه في حاله بقى يعزف ولا ما يعزفش بس بتسمع جدته الكلام ده علشان تاخد الجيتار تكسره وتقول له مفيش حاجة اسمها مسابقة وحنا عالتنا بانها وبان الموسيقى حرب لحد منموت بيطلع ميجيل من البيت وهو عمال يعيطه علشان كده خلاص مش هيعرف يشارك في المسابقة من غير جيتار ويفضل يتحايل على الناس انهم يديلوا اي جيتار معاهم بس طبعا محدش بيرضى يديلوا حاجة وبيلولوا مش انت عيلتك بتجري ورانا كل ما شوف حد معاه انا موسيقية خلاص روح بقى شوف حد يديلك جيتار فبيقرر ميجيل انه يروح المقابر علشان يسرق جيتار ارنستو منه ويهزف بيه وبعد كده هيبقى يرجعه تاني فعلا بيروح المقابر وبيمسك الجيتار علشان يهزف بيه بس بيحس ان فيه حاجة غلط بتحصل والجيتار بيطلع نار علشان يستغرب ميجيل وبيلاهلتوا كلها عمالة دور عليه بس محدش بياخد باله منه وكلهم بيعدوا من خلاله علشان يفهم انه بقى شبح وكل الاحياء محدش هيشوفه منهم الا الكلب بتاعه ده الوحيد اللي بيشوفه عادي عمال يلعب معاه وبيروح ميجيل مع الاموات علشان يشوف هم عايزين يأملوا ايه وبيلاقي كل قريب اللي ماتوا هناك وبيستعدوا علشان يعدوا البوابة ويعودوا مع قريبهم اللي لسه عايشين علشان كده كله عمال يتصور لحد ما تشوفه واحدة عجوزة وتقوله انت قدامك وقت ليل لو مرجعتش للحياة تاني هتتحول زومبي كده زينا بالزبط وبيشوف ميجيل ايده علشان يلاقي نفسه بدأ يتحول زومبي فعلا وبتقوله الست انها تعمله تعويزة ترجعه عالم الاحياء تاني بس بشرط انه ما يزفش تاني باقي عمره لو عزف هيروح عالم الاموات على طول وبيرجع ميجيل البيت تاني بعد ما استخدم التعويزة وبيفضل يفكر في كل اللي حصل ويقول انا مش هخلي حدي يتحكم في حياتي وبيروح مع ده ميجيل علشان ياخد الجيتار تاني ويازف عليه وبيرجع للاموات علشان يقولهم انا محدش يماشيني على مزاقه بس بتقوله واحدة من الميتين انت باين عليك عبيت وجاي هنا علشان تقرفنا وبتفضل تجري وراه بس بيقدر ميجيل انه يخلع منها ويهرب لما بيستخبى بيشوف واحد اسمه اكتور قاعد وبيتحقق معاه علشان عايز يعدي البوابة مع ان مالوش سحاب ومحدش معلق صورته وبيقوله الزابط ان دي جريمة وممنوع تحصل ماينفعش انت تبقى واحد مش طيقك وتروح تازم نفسك يعني وبيدهي اكتور من الكلام وبيقولي الزابط ان محدش فكره بس علشان كان صاحب الموسيقار ارنيستو اللي هو جدي ميجيل ولما بيسمع ميجيل الكلام ده مش بيبقى مسادة نفسه علشان اخيرا قابل واحد كان صاحب جده ويعرف هو عمل ايه في حياته وازاي بقى مشهور وبيرح ميجيل لاكتور بعد ما يطلع من عند الزابط بيقوله مش انت بتقول انك تعرف جدي طب ايه رأيك بقى ان انا كمان فنان زيه بس معيش جيتار فا ايه رأيك تساعدني علشان اعزف انا ساعدك في اي حاجة وبنروح بقى لوحدة عجوزة من عالم الاموات بتستغي الوحش بتاعها واللي بيكون كائن ضخم كده عامل زي الكلب وبيتخليه يشم الوردة اللي استخدمها ميجيل وتبعت الوحش ورحها لشان يشوفه رحفي في الوقت ده بيكون ميجيل ماشي مع هكتور اللي بيقوله ما تلقش طلبك عندي مش انت عايز جيتار تازف عليه انا عندي واحد وبيروح لواحد نايم وشكله كده تعبان شوية وجنبه جيتار بياخد هكتور الجيتار بتاعه بيفضل يعزف له شوية ويغني الاغنية اللي الراجل بيحبها لحد ما الراجل بيتبخر ومش بيبقى منه غير القباة بس ويستغرب ميجيل وبيقول له هكتور ازاي الكلام ده حصل وهو رحفي علشان يقول له هكتور ان دي مرحلة انتقالية الواحد بيفضل عايش فيها بعد الموت لحد ما كل اهله ينسوه ومحدش يعلق صورة لي واته بقى بيروح الواحد للنهاية الابدية المهم كده بيكون ميجيل خلاص بقى الجيتار بتاعه وبيتنكر بقى لحد ما يوصله للمكان اللي فيه المسابقة وبيقول لهكتور لميجيل ما تلاقشة اكيد هتقدي كويس تبين عليك مقهوب وبيدخل قبله ناس كتير وكل واحد منهم بيكون مميز وبيعرف يازف كويس علشان يتريب ميجيل ويقول لهكتور انا ايه اللي جابني هنا مانا كنت مرتاح مع الاحياء بس بيفضل هكتور يشجعه لحد ما بيجي دوره علشان يطلع المسرح ويمسك المايك وهو مرعوب ويبدأ يغني طبعا بيكون مقهوب وكله بيصدب من موهبته وبيفضل يغني معاه لحد ما بتخلص الاغنية علشان كله يفضل يسقف له وبيقول له هكتور مشان اقول تلك اتبقى جامد انت بس اللي مش واصق في نفسك ويكون ميجيل طبعا في قمة السعادة بعد ما قدر يعمل كل ده في اول مرة يطلع فيها على المسرح لحد ما بيشوف الوحش بتاع جدته عمال يدور عليه بيهرب ميجيل بسرعة من المكان قبل ما يتبسك وبتطلع مزهة المسابقة علشان تقول ان فيه واحد بشري اربان بيننا ولازم نلاقيه حالا علشان يرجع عالم الى احياء بتاعه قبل ما يحصل خلل كبير بين العوالب وطبعا لما بيسمع هكتور الكلام ده بيقول انا ادي سورة لميجيل ويرجع عفية عالم الى احياء قبل ما روح هنا النهاية الابدية ولما بيارف ميجيل انه كله عليه بيجري من المكان وبيهرب لحد ما لايه واحدة جوزة طلع من وراه ويقول له انهم عايزين يعملوا كده علشان مصلحته وبتفضل تغني علشان يفهم ايكتور انها بتحب الموسيقى زيه بس بتقول له انا ام ماما كوكو وكان لازم اخد بالي من بنتي هذا الجوز الخايل اللي بعنا وخسر دلعنا بيرد عليها ميجيل وبيقولها انهم كان لازم يدعموا اي حد في العيلة من اللي عايز يغني يغني يعني هي ايه مصيبة ما حصلش حاجة وبيسيبها ويمشي هذا بيقرر ميجيل انه يدور على ارنستو دي لا كروز اللي هو فاكر انه جده وبيكون ارنستو في الوقت ده بينظم حفلة في مكان بعيد شوية في المدينة بس طبعا بيكون ميجيل مصمم انه يقابله وفعلا بيوصل اخيرا علشان يشوفه ويجري عليه ولما بيسمع ارنستو ان ده يبقى حفيده بياخده بالاحضان وبيخليه يشاركه في كل حاجة وبيفرجوا على العروض علشان يتبسط ميجيل على الاخر ويقول له ارنستو انه كده حقق حلمه خلاص ومش عايز حاجة منهم وبيطلع ارنستو وردة علشان يرجعوا بها عالم الاحياء من تاني بس بيوصل هيكتور وبيجري على ميجيل ويقول له خد صورتي معاك علشان محدش هيفتكرني وهموت على الفضل بس لما بيشوف ارنستو هناك بيقول له هو انت العنى ده انت السبب في كل ده وبنظر ذا ايه ان ارنستو ده حرامي ومش مألف الى غاني اللي بيغنيها ولا حاجة وكل ده شغل هيكتور وعلشان ارنستو يتشهر هتل هيكتور وغنى اغني وبيفضل الاتنين يتخنوا مع بعض بس طبعا كله بيكون مغتنى ان ارنستو ده هو الاصل بيرمو هيكتور بعيد في المياه ده بيروح ارنستو علشان يشوف ميجيل ويقول له ان اضمن منين انك لما ترجع الى احياء بتوعك تاني يقول لهم على كل حاجة واني فاشل وسرقت لغني من هيكتور ويرميه هو كمان وراء هيكتور في المياه بتحت بيفضل الاتنين قاعدين مش طيقين العيشة وبيفضل هيكتور يقول انا غلطان السبب في كل ده لما سبت بيتي وامراتي ويهرب علشان يقول له ميجيل لا ساني واحدة تلي سبت ماما كوكو وامها ورحت علشان تدور على شغفك علشان يقول له هيكتور ايوة بالزبط وكده بيكون هيكتور ده هو جد ميجيل وبيقتنع هيكتور بعدها انه لازم يروح يقابل مراته وبيقول له انه لسه بيحباه انه كان عايز يرجع بس ارنستو قتله وبعدها ما اعرفش الطريق ليهم ومن هنا بيقول لهم ميجيل خلاص الخطة دلوقتي اننا ناخد الصورة اللي ارنستو خباها معاك وبعدها ارجع انا عالم الاحياء علشان اقول لهم الحقيقة وان ارنستو ده تعبان وجدنا تقتل ارجع لامراته مش خاين ولا حاجة وبيروح التلاتة لارنستو اللي اول ما بيشوفهم بيقول لهم محدش لي عندي حاجة لو مش عاجبك انا ممكن ازعلكم انتو التلاتة وبياخد الصورة يرميها في المية ويضرب هيكتور تاني بس بيكون ناسي ان الكاميرات شغالة وانه على المسرح يفضل يقول لي هيكتور ايوة انا اللي هتلتك وانا بقى لا خلي ملكش ذكر تاني وما حدش هياخد صورتك ولما كل الاعدين يعرفوا الحقيقة بيحاول يدرق ابنستو على اللي حصل بس مش بيعرف وبيوصل الوحش علشان يضربوا ويوقع الجرس على دماغه علشان يموت تاني بنفس الطريقة وبيرجع ميجيل حياة الاحياء علشان يحاول يخلي ماما كوكو تفتكر هيكتور اللي خلاص بيودع وبيقعد جنبها وبيفضل يهزف اغنية قديمة كان هيكتور بيغنيها لها لحد ما تفتكر ماما كوكو كل حاجة وبتطلع حتة الصورة النقصة واللي فيها صورة ابوها واللي كانت مخبيها كل ده وبكده بتقدر روح هيكتور انها تجمع معاهم في كل مناسبة علشان يتبسط انه قدر يشوف بنته تاني وان الناس كلها عرفت الحقيقة بعد الظلم ده كله وبتيش العيلة كلها في تبات ونبات وبس كده بيخلص في المنا اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا ما دي بخلش انها باللايك ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول واشوفكم على خير ومع السلامة اشترك في القناة